بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع والنهاردة بالتأكيد مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي في مباريات الدوري العام وبنتكلم خلاص في الرمق الأخير آخر أربع أسابيع من عمر ومشوار الدوري العام ومباراة كمان قوية جدا وصعبة أمام منافس رغم أن مركزه في جدول الدوري متأخر لكن يبقى منافس قوي لأنه بالتأكيد لأسليب معينة في الدفاع في الفترات الأخيرة خاصة تحت قيادة فنية للكابتن علاء عبد العال مباراة اليوم مباراة أسر نيكامبني والأهلي على استاد المؤولين العرب الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب المؤولين العرب بإذن الله بالتأكيد حلقة النهاردة هيكون فيها كل الكواليس والتفاصيل وكل التركيز النهاردة هيكون على مباراة الأهلي وأسر نيكامبني والنهاردة بالتأكيد كمان هنشوف الجديد داخل معسكر فريق النادي الأهلي خاصة بعد اختيار قيمة الفريق بالأمس من قبل ريكارد سواريش المدير الفني البرتغالي لفريق النادي الأهلي لكن بسرعة نروح لي سؤال حلقتنا النهاردة وسؤال حلقتنا النهاردة مرتبط بمباراة اليوم عايز عرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي النهاردة في مباراة أسر نيكامبني وكمان توقعاتكم للنتيجة نتيجة اللقاء ممكن تنتهي كم كام ونتمنى يا رب يكون الفوز حليف النادي الأهلي شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يواجه إستر نيكامبني الليلة في الدوري وفي الترند المحلي كلتنبرج يقيم معسقرا لأربعين حكما وفي الترند العالمي أنني في تصرحات مهمة جدا بدايتي في الآهلي سهمت في مسيرة الاحترافية استعرض مباريات اليوم النهاردة بالتأكيد مباريات الجولة الواحد وثلاثين من عمر مباريات الدور العام وخلاص اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة في آخر إسبوعين من شهر تمانية الساعة ستة ونص الساعة ستة ونص إن شاء الله على ملعب الامبي في بيترو سبورت امبي هيصديف طلاع الجيش وبالتأكيد هتكون مباراة مهمة جدا كل فريق بيحاول يحسن مركزه في ترتيب جدول الدوري العام لكن الساعة التاسعة من مساء اليوم مباراة قمة نقدر نقول قمة الأهلي بيحاول يقرب من صدارة الدوري والمنافسة مع الزمالك والبيراميدز واستر نيكمبني بيحاول كمان يبتعد عن شبح الهبوط في الفترة اللي جاية النهاردة المباراة الساعة 9 على استاد المأولين العرب تفاصيل أكتر والحالة النهاردة بإذن الله هيكون فيها أخبار وكواليس مهمة جدا متعلقة بالنادي الأهلي ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ نشوف كيف يستعد الأهلي لمباراة اليوم خاصة الفريق فم أسكر مغلق منذ الأمس والنهاردة المباراة الساعة 9 والتحرك هيكون الساعة السابعة بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد طيب النهاردة الأهلي بالتأكيد هيخد مباراة قوية جدا وصعبة ورغم فارق النقاط ما بين الفريقين لكن المباراة هتزداد صعوبتها لأن كلا الفريقين كل واحد عنده تحدي وعنده يعني إحساس بأهمية المرحلة الحالية الأهلي بينافس عايز يكمل فيه المنافسة لغاية الأسبوع الأخير من الدوري كمان عايز يقرب من بيرامدز بيرامدز في المركز الثاني 65 نقطة والأهلي 62 نقطة ولسه للأهلي مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي بإذن الله استر نيكامبني في موقف فلا يحصد عليه بنتكلم أنه في الترتيب الخمستاشر وعنده 28 نقطة ويمكن بينه بين الجونة أقرب الفرق اللي هتهبط أو اللي بتنافس في مسألة البقاء في الفترة اللي جاية مع المقاولين العرب بنتكلم نقطتين مع المقاولين ونفس الرصيد مع الجونة وبالتالي استر نيكامبني ما فيش مساحة بالنسبة له سوى أنه يعمل نتائج جابية في المباراة اللي جاية في المباراة اللي جاية كلها مش مباراة النهار ده بس فمن هنا هتأتي قوة وأهمية هذه المباراة لكن بإذن الله يقدر الأهل يعمل نتيجة كبيرة ويفوز زي مفاس في الدور الأول بربعية على نفس هذا الفريق طيب ريكاردو سواريش أعلن قيمة مباراة اليوم ويمكن اختار 21 لاعب لهذه المباراة بنفس المجموعة اللي كانت موجودة في المباراة الأخيرة يمكن دخل عليها أحدث الوجوه رقفة خليل اللي رسا راجع من كأس العرب بالنسبة له فرق الشباب أو منتخبات الشباب اللي كانت بتلعب في السعودية والمباراة النهائية كانت ما بين منتخب مصر والسعودية حرست المرمى قدامنا على الشاشة علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء خط الدفاع رامي ربيعة محمود متولي محمد عبد المنعم محمد مصير كريم فؤاد محمد هاني محمد أشرف أحمد عبدالقادر محمد محمود ميدو نبيل محمد فخري أحمد عبد النبي رقفة خليل زيادة طارق لويس ساميك السوني وفي الهجوم صلاح محسن حسام حسن أحمد سيد غريب أتمنى النهاردة صلاح محسن يظهر بشكل أفضل من الفترات السابقة لأن المباراة اللي زي دي فرصة وانت بتختم الموسم لازم تظهر بشكل جيد وتعوض الأداة اللي ما كانش على ما يرام ولم يعجب البعض طبعا خلال المباراة الأخيرة النهاردة لو بنتكلم في الغيابات انتوا بتتكلموا في 12 لاعب أساسي كانوا موجودين في مباراة الدور الأول مش موجودين النهاردة شناو في حراسة المرمى ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول السلية حمدي ديانج حسين طاهر أحمد عبدالقادر بيرستاو وأيضا كمان محمد شريف لكن فيه ثقة إن شاء الله في الرجالة اللي تم اختيارها لمباراة النهاردة تظهر بشكل جيد في مباراة اليوم ويمكن الناس كلها عملة تسأل الأهل اللي بيدي راحة لأليو ديانج والفريق داخل في مرحلة مهمة جدا ولسه بينافس على الدوري الدوري لسه مخلص آه ما والأهل دايما عنوانه الأساسي الأهل بمن حضر وانت كمان بتلعب على المباراة المتبقية ولسه فيه منافسة لازم كمان تفكر في السنة الجاية وانت لما تخلص الدوري 38 المنتخب عنده معسكر في شهر 9 والكلام تغير ومعد ما كان الكلام اللعب تلقى لها تاخد راحة ومش موجودة في معسكر شهر 9 عشان الإجهاد وعشان تستعد للفترة اللي جاية نتيجة تلاحم المواسم الكلام مرجع اللي بريح تقالك لا ده ده الكلام اتفاهم غلط وكانوا يصدوا اللعب المصابة مش هتنضم ما هو طبيعي اي لعب مصاب مش هنضم مش محتاجة توضيح او تفسير يعني لكن معنى الكلام ده ان حتى اللعب الأساسية اللي وقد راحة في شهر 9 حسب رؤية بقى وجهة نظر روي فيتوريا وقتها ممكن يضم اللعب الأساسية اللي بتلعب في الاهل فبالتالي الاهل لازم يريح لعبته نفس الامر هينطبق على أليو ديانجو وعلى علي معلول فيه اجندة في شهر 9 ممكن منتخباتهم تطلبهم الفترة الجاية فانت لازم تدي اللعبة دي راحة على الأقل من 15 يوم ل21 يوم ده على الأقل في الفترة اللي جاية عشان لما تستعد للمسم الجديد في منتصف شهر اكتوبر تبقى اللعبة يعني في حالة بدنية وجهزية نفسية أفضل من الفترات السابقة لان فترة الراحة دي ما بتتقررش كتير رغم ان هي على فكرة يعني مش فترة كبيرة ده هي شهر ونص والمعروف دايما في فترات الراحة ما بين المواسم ان اللعيب بياخد شهر راحة سلبية وشهر وشهر ونص فترة اعداد بدني للمسم الجديد فبدل ما يبقى الفرقة واللعيب واخد شهر ونص فننتكلم في شهر ونص والناس كمان مستقترة ان اللعيب بتاخد راحة لكن محدش يقدر ياخد القرارات دي الا النادي الاهل لان النادي الاهل عنده قيمة يقدر يلعب بيها في كل البطولات ومعا ان فكرة ان الاهل يريح لعيبته الأساسية اخدوا بالكو الاهل عمل القرار ده قبل كده في كذا بطولة كان بيلعب بفريش شباب والعناصر اللي ما بتلعبش بشكل أساسي في بطولة والتشكيلة الأساسية بتلعب في بطولة تانية فالقرارات اللي زي دي ما بياخدهاش الا النادي الاهل لان النادي الاهل دايما عنده ثقة في لعيبته الأساسية وفي قطاع الناشئين يمكن حصلت نتائج عكسية بعد نهاية افريقيا من 30-5 لكن البطل دايما يمرض ولا يموت وبإذن الله النادي الاهل هيكون قادر على العودة خلال الفترة اللي جاية نكمل في المنافسة على الدوري وصل للدور الربع النهائي في مسابقة كأس مصر ويلعب من الدور الـ 32 في دورة أبطال إفريقيا رقم واحد في القرى الإفريقية وصاحب الرصيد الأعلى والتصنيف الأعلى ونادي القرن العشرين في القرى الإفريقية باعتراف الجميع سواء الكاف أو حتى كل القرى الإفريقية وكل الاتحادات القرية لما بتصف اسم الأهل بتقول الأهل نادي القرن في إفريق طيب طاقم تحكيم مباراة النهاردة والفترة الجاية هيكون في تركيز بقى على القطقم التحكمية عايزين نعرف استراتيجات كلاتنبرجي في فترة الجاية بس اخدوها مني يعني معلومة مش بقول وجهة نظر ولا توقع معلومة من أول ما تولى كلاتنبرجي المسئولية لغاية 38 كل الفترة دي تعينات اللجنة السابقة لسه كلاتنبرجي بتعرف على الحكام والناس اللي بتعين القطقم التحكمية هي نفس المجموعة اللي كانت شغالة مع اللجنة السابقة مع الكابتن عصام عبد الفتاح يمكن مرحلش من اللجنة إلا اتنين رئيس اللجنة والمسؤول عن تقنية الفيديو لسه كمان واحد أو اتنين بس بعد 38 ان شاء الله مش هيكونوا موجودين ويعاد تشكيل اللجنة اللي بيحط التعينات واللي بيحط الحكام هو هو نفس الشخص اللي كان موجود قبل كده فعشان كده الناس مستغربة من الأسماء بس الحكام نفسها لو تلاحظوا في المباريات الأخيرة وآخر مباراتين ابتدت قراراتهم تبقى أفضل شوية من الفترة السابقة وابتدى يكون فيه عدالة قدر الإمكان لأن كل واحد عايز يخاف على اسمه خلاص بقى زمن المجاملات انتهى مش هيبقى موجود تاني والحكم اللي مش هيدافع عن اسمه وقدراته وإمكانياته تظهر في المباريات مش هيكون موجود بعد كده سواء في الملعب أو في تقنية الفيديو وتقنية الفار مبارات النهاردة إستر نيكامبني والأهلي حكم الساحة الكابتن محمد الصباحي وتمنى أن يكون في فورمة بدنية قبل الفنية فورمة بدنية جيدة لأنه دايما معروف عن الكابتن محمد الصباحي ما بيجريش كتير في الملعب فالنهاردة المباراة تبقى قوية ومحتاجين نشوفه كتير جدا في أي لعبة يبقى قريب منها لأنه عنده مدرسة كده دايما ما بيجريش كتير وبيقدر يعني بيشوف اللعبة من مسافات بس بتحصل أخطاء كتير جدا في الفترات السابق حكم مساعد أول أحمد نفل مساعد تاني عمر فتحي حكم رابع عمر عيد حكم فيديو مصطفى الشهدي وبرضه مليون علامة استفهام لأن كابتن مصطفى الشهدي كان حكم رابع في المباراة السابقة للأهلي النهاردة موجود حكم فيديو مساعد حكم فيديو هاني خيري هاني خيري من الحكام المساعدين المميزين جدا لكن في مليون علامة استفهام بصراحة على اختيار الأطقم التحكمية في الفترة الأخيرة بس ننتظر بعد تلاتين تمانية لما يعد تشكيل اللجنة وحسب المعلومات اللي عندي أن كلاتينبرجي كمان هيستعين باثنين أو تلاتة من إنجلترا هيكونوا معاه في لجنة الحكام خلال الفترة الجاية سواء معاه بشكل دائم ومستمر أو هيكونوا يعني معاونين لي على فترات عشان يقدر يكمل شغل الفترة الجاية هيعمل معسكر لأربعين حكم والفترة اللي جاية الرجل عايز يعمل تحكيم أوروبي على الأراضي المصرية إن شاء الله كلنا من دعم التجربة والكل هدفه إن التحكيم المصري يرجع تاني لسابق عهده حكم موجود في كأس العالم حكم مصري موجود دايما في نهايات كأس الأمم في المراحل الحاسمة موجودين حتى في مباريات الأندية والمسابقات الإفريقية وموجودين حتى في المباريات الكبيرة لما بيطلبوا حتى في مباريات دولية ده نتمنى يحصل تاني الفترة اللي جاية وده مش هيحصل إلا لما منظومة التحكيم تتكاتف تاني ويبقى فيه دعم كبير جدا لكلتنبرج مرح أنا في صراحة مبسوط جدا بإشادة الكابتن ساميرا عثمان للتجربة وإنه هيواصل دعمه للتجربة في الفترة اللي جاية وأتمنى أشوف ده من الكابتن أحمد الشناوي الكابتن ناصر عباس أكيد من خلالنا كمان أعلن دعمه للتجربة في أكتر من حلقة في ملعب الأهل واستاد الأهل الفترة السابقة كمان بننتظر ده بقى من الكابتن جمال الغندور وننتظر ده كمان من الكابتن ريدا البلتاجي كل الناس اللي مسكت لجنة الحكام يكون لها دور الفترة الجاية نهاية دعم هذه التجربة وكمان يكون الكابتن جهاد جريشيا ليه دعم كبير جدا لتجربة كلتنبرج خلال الفترة اللي جاية لأن الهدف من الأساس من اختيار كلتنبرج هو التطوير وتطوير التحكيم المصري طيب ده الأمور الخاصة بمباراة النهاردة وقيمة الفريق وطاقم تحكيم مباراة النهاردة أمام إسترن كامباني وكل التوفير رب للنادي الأهلي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف إزاي الأهلي بيستعد ونشوف آخر أخبار الفريق من معسقر الإقامة وكمان إمتى الفريق يتحرك إلى ملعب المقاولين العرب بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفريق بالتأكيد دخل معسقر من مباراة والزي ما قلت في البداية ريكاردو سوارش اختار واحد وعشر اللاعب لمباراة النهاردة وبالتأكيد فيه تفاصيل داخل المعسقر معاد المحاضرة الأخبار داخل معسقر الفريق الحالة المعنوية كل ده بالتأكيد أنا أعرفه من خلال زمينا كريم أحمد موفد قناة الأهلي الموجود منذ الصباح الباكر داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي مساء الخير يا كريم أهلا بك وتحياتي لك مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز محمد سعيد تحياتي لك في البداية وتحياتي أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي طيب قلنا بقى إيه الأخبار عندك وإيه الجديد والحالة المعنوية داخل الفريق وكمان يعني ريكاردو سواريش النهاردة اليوم كان ماشي إزاي معاد المحاضرة التحرك إمتى هل كان في اجتماعات صباح اليوم ولا لا بالتأكيد طبعا محمد يعني في البداية إن شاء الله بنتمنى كل التوفير نهاردة للشباب النادي الأهلي في مباراة تليوم مباراة صعبة جدا لأن انت عارف طبعا على الجانب الآخر فريق إستران كامباني الكابتن علاء عبد العالب يتميز بالتكتلات وغلق المساحات وأمور تكتكية بتكون فيها صعوبة كبيرة جدا بشكل عام يمكن الأمر ده الحقيقة مستر الكاردو سواريش حاول أنه يشتغل عليه في خلال الأيام المضية طبعا 48 ساعة منهم يوم وحيد يوم ريكاوري ثم يوم بيحاول أنه يحفظ لعيبة النادي الأهلي بعد الجمر السجارات القراءة طبعا اللي اشتغل عليها من الهاي لايت سليوم مباراة إستران كامباني فبنتمنى إن شاء الله النهاردة للحيد واشر يكونوا متواجدين اختياراته تكون موفقة جدا وأيضا كمان العناصر تكون متواجدة على دكة البودلاء تقدر تصنع الفارق في المباراة تكون صعبة جدا لكن التركيز كبير المعنوات مرتفعة بشكل كبير جدا محمد لأن انت عارف طبعا يعني فيه لوت كبير جدا على هؤلاء الشباب لكن الحقيقة هم زي ما بنقول قدوا قدود رغم ديق الوقت ورغم الضغطات والصعبات الكبيرة جدا لكن في ظل الظروف الصعبة وفي ظل هذه طبعا الإصابات الكبيرة جدا وفي ظل العيبة الكبيرة اللي رايحت طبعا مع قرار الجهاز الفني فيمكن بنلتمس كل العزر وبنوجه كل الشكر لعيبة النادي الأهلي وتحديدا شباب النادي الأهلي لكن منتظرين منهم أكتر من كده كمان هي فرصة للعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي المستوى الجماعي طبعا أن انت بترفع اسم النادي الأهلي وبتحافظ على شخصية النادي الأهلي وعلى المستوى الفردي كل لعب يحاول أنه يعني يسوق نفسه بشكل كبير يا محمد يزر نفسه للجماهير كلها أمور طبعا معتادة واعتادية على كل اللعبين لكن أكد لك على حالة التركيز كبيرة جدا هنا في فندو الإقامة الفندو طبعا المعتاد لفريق النادي الأهلي اللي بيفرد مزيد من الهدوء بشكل كبير جدا بيساعد لعبئ النادي الأهلي محاضرة الفنية محمد يكون ستة ونص على أساس انتحرك فريق النادي الأهلي سبعة إلى ستاد وثمان أحمد وثمان للاستاب النهاردة مباراة اليوم هي المحاضرة بتستغرق ثلاثين دقيقة الراجل بيأكد على بعض الأمور اللي ممكن اشتغل عليها فيها التدريبات وأيضا كمان التشكيل ونقاط القوة ضعفة وكل الأمور الحقيقة بنتمنى نشوفها فيه النهاردة فيه مباراة اليوم لكن الأمور الحمد لله طيبة بشكل كبير جدا فيه معسكر فريق النادي الأهلي لو بنذكر كمان محمد كل جمهور النادي الأهلي بغياب ديانج النهاردة يمكن خلاص ديانج بيعلن الجهازة الفني راحة سلبية ليه حتى نهاية الموسم طبعا أسواتا بكل لعبية النادي الأهلي مجهوده كبير الحقيقة ديانج واحد من العناصر الأساسية صمام الأمان فيمكن الحقيقة بنوجه له كل الشكر والتقدير على الموسم المنقاضي طبعا بالنسبة له على أداءه المميز جدا وبنتمنى ان شاء الله يعود من جديد مع كل اللاعبين اللي خادت فترة راحة ترجع تبدأ موسم جديد لاستعادة طبعا سلسلة الانتصارات والبطولات نهاردة كمان بينضمننا اتنين احمد عبدالقادر بيعود من جديد لقائمة فريقة النادي الأهلي بعد غياب طويل بنتمنى ان شاء الله يكون ورقة ربحة واحد من العناصر الأساسية لكن الدفع بها محمد من عدم انت عارف لسه راجع من اصابة ممكن ياخد جزء بسيط من المبارأ لكن اضافة ما يكون في قائمة فريقة النادي الأهلي ايضا كمان رافت خليل ويمكن رافت خليل احابب ان انا اتكلم معك محمد طبعا مكلم كل جمهور النادي الأهلي عليه واحد من اللاعبين المميزين جدا في ناشئين للنادي الأهلي موليد 2004 يمكن فيه اثناء كبير جدا من مستر ريكاردو صورش على اداءه على مهرته على قوته على اداءه المميز جدا في منتخبنا الأوليمبي الحقيقة ممكن كان خد احسن لعب في مباراة الجزائر ومباراة عمان في اداءه المميز جدا فان شاء الله النهاردة مع ظل الغيابات الكبيرة جدا ممكن نشوفه ياخد فرصة زي وزي كل طبعا زملاءه اللي بتظهر بشكل مميز جدا الحمد لله محمد الامور طيبة ينقصنا ان شاء الله التوفيق النهاردة في مباراة اليوم بنأملها ان شاء الله نصيب النادي الأهلي واستمر النادي الأهلي في حصاده على الثلاث نقاط يستمر علي رطفي بالكلين شيت اللي ان شاء الله يوصل النهاردة ليه المباراة التمنى كل الامور يا رب ان شاء الله تصبح في مصلحة النهاردة محمد طيب كريم عايزي سألك كمان على صلاح محسن هل في جلسات بتتم من الجهاز الفني مع صلاح بنشوف ده في التدريبات يمكن ان بارح شوفنا لقطة للجهاز الفني يتكلم مع اقرم توفيق وحتى اقرم طلع وضح ده وانا استعرضها النهاردة فيه تريند الأهلي لكن هل فيه جلسات تمت مع صلاح محسن في المباراة الأخيرة بصدف سوق حظ مش موفق ممكن ما يكونش مركز بشكل كامل يعني عايز عارب برضو الكواليس لان دايما الجمهور بيبقى مهتم جدا بعد دق التفاصيل اللي بيشوفها في المتشوفة الكريم وإحنا دورنا ان احنا نوصل برضو المعلومة الصحيحة والرسالة الصحيحة والأخبار من داخل معسكر الفريق بالتأكيد يا محمد يا نقطة اجابية مهمة جدا وعايز اكدلك الحقيقة على مستر كاردوس ورشي يعني هو بيقوم بدور كبير جدا على الجالم الفني في ظل دقيق الوقت الكبير اللي أكدنا عليه وفي نفس الوقت راجل الحقيقة بيشتغل بشكل كبير على الجوانب الفردية بيحاول ان هو يسمع من اللعيب ويقول اللعيب ايه اللي هو عايزه منه التعليمات بتكون فيه ارضية الملعة طيب في مختار اللي تتش جلساته مستمرة مع كل اللعبين قاعد مع صلاح قاعد مع حسام حسن قاعد مع عدد كبير من لعيبت اللي النادي الآلي لان انت عارف طبعا الجلسات الفردية ما بتكون مع المدير الفني ولسه كمان المدير الفني وافد جديد فبحتاج ان انت تقرب المسافات ايه اللي انت محتاجه ايه اللي انا محتاجه منك انا محتاج ان انت تحقق كده فالرجل الحقيقة بيقوم بهذا الامر الحقيقة ممكن صلاح ممكن يكون في بدلق الحقيقة معاه فيه سوق توفيق معاه بيبزل مجوك كبير لكن يعني هو الفيرود او اللعيب اللي محتاج ان انت يفنش محتاج ان انت تشوفه بيصنع اهداف محتاج حسامي يجيب جون محتاج كل العيبة دي تحقق أهداف في إن شاء الله بإذن الله يعني البدلق ده يمكن ينتهي بإذن الله مع صلاح محصم مع كل العيبة اللي بتعنيدها شوية بعض الأمور لكن تأكيدا على كلامك محمد الراجل شغال على الجزء النفسي بشكل مميز جدا لكن هو دي إلوقتها محمد دي إلوقت ده أمر مهم جدا حتى ما بتوقع تتكلم في جلسة بيكون بسيطة لأن انت عايز تكمل النهاردة للتدريب الوحيد اللي هيهلك ليه المباراة القادمة فيمكن الصعوبة هنا في هذا الأمر لكن يعني مع نهاية الموسم بإذن الله عايزين بقى نشوف موسم جديد بمعنويات جديدة بمعسكر إن شاء الله بإذن الله فريق النادي الأهل يكون فيه انسجام كبير جدا لكل المجموعة اللي هيكون متواجدة والمجموعة إن شاء الله اللي هيكون قادمة خلال الموسم القادم يا رب محمد الظروف اللي مع فريق النادي الأهل يكون كلها دوافع لعبتنا النهاردة محتاجين تركيز بشكل كبير لأنه زي ما قلت لك المباراة الصعبة مباراة فيها غلق مساحات مباراة محتاجة مجموعة كبير كابتن علاء عبد العال بينافس على الهبوط محتاج هدية المباراة محتاج أي نقاط من هدية المباراة وعلى الجانب الآخر النادي الأهل محتاج إن هو يأكد فوزه عشان يستمر فيه سلسلة الانتصارات المميزة جدا يا رب إن شاء الله يكون مكسب النهاردة لنادي الأهل محمد طيب بمناسبة الحديث عن الكابتن علاء عبد العال وإحنا عارفين دايماً الكابتن علاء ليه كده طريقة لعبة معينة يعني بيفضل دايماً قافل المساحات يعني مفيش لمسة جمالية ممكن نشوفها في الملعب لكن هو دايماً بيعايز يطلع بالنتيجة اللي تفيده وتفيد فريقه في الفتر اللي جاي إستر ني كامباني 28 نقطة يا كريم الأهل 62 نقطة أنت بتتكلم أكتر من الضعف يعني الأهل أكتر عدد نقاطه أكتر من ضعف نقاط إستر ني كامباني هل تتوقع مباراة النهاردة هتبقى كلها منحصرة في وسط ملعب إستر ني كامباني ولا ممكن نشوف النهاردة شكل جديد للكابتن علاء عبد العال مع الفريف ومباراته مع الأهل يعني نفس الشكل التقليدي وهو عايز يطلع بنقطة أو الثلاث نقاط ولا ممكن تتوقع الشكل عبائيه وخاصةً للمباراة كمان في ملعب المقولين فده محتاج استعداد مختلف في الفترة اللي جاي طبعاً يا محمد يعني النهاردة هبدأ معاك بالملعب الملعب كابتن علاء عبد العال متعود عليه بشكل كبير جداً وكل اللعبين طريقة اللعب الخاصة به ني كامباني فيها غلق مساحة بشكل كبير جداً وتكتلات دفعية والهاجمة المرتدة أنا أتوقع أن الأمر يكون هذا الأمر مش بعي مش من عشان نادي الأهلي بيلعب بالشباب فممكن نشوف جزء مختلف وكابتن علاء الحقيقة قال هذا الأمر قال يمكن نادي الأهلي شكله مختلف شوية بس انت عرف يا محمد يعني الدباجات والأحاديث هي بتقال فقط لغير لكن على الأرض الواقع هي الحقيقة موجودة التكتل يكون موجود غلق المساحات موجود صعب أي فريق هاجم النادي الأهلي بشكل كبير وأنت كمان محتاج أي نقطة يعني أنت الواحد زي عشرة وهدف زي خمسة فممكن خلاص الأمر ده معترف دي بالنسبة طبعاً لكل الاندية اللي بتنافس على الهبوط لكن النهاردة بنتوقع مباراة مغلقة فيها مساحات مغلقة عشان كده بنقول محتاجين بالجهاز الفني بشكل كبير مستر ريكاردو يكون في حلول يكون في ثغرات يكون في انطلاقات هل الأطراف هي اللي هتشترك هل هيكون في شادو سرايكر هل هيلعب كل الأمور دي محتاجة الحقيقة يعني اشتركيز فني بشكل كبير وقراءة فنية بشكل كبير لكن صعوبة الموراة هتكون في التكتلات وفي غلق المساحات المعتادة الحقيقة على كابتن علي عبدالعالم مع أي فريق بيكون متولي أو أيضاً كمان تحديداً نادي أستران كامبلي أكيد زماني العزيزة كريم أحمد مفد قناة الأهلي من مقر إقامة الفريق شكراً جزيلاً لك قالنا المحاضرة هتكون ستة ونص التحرك إلى استاد الجامل الأخضر ملعب المولين الساعة السابعة من مساء اليوم تسألني عن توقعي النهاردة ممكن نشوف أستران كامبلي بيهاجم لأنه محتاج النقطة أو الثلاث نقاط أتمنى ما شوفش المطشات القديمة اللي كنت بشوفها دايماً اللي كابتن علي عبدالعال إنه دايماً بيفل المساحات وبيعمل مباريات صعبة جداً وأنا نفسي أشوف فرقة بتهاجم إلى أهلي لعله عسى يكون فيه مساحات ونتفرج على كرة حلوة وفرصة إلى أهل يخلص المطش من أول ربع ساعة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند إلى أهلي وأبرز الكلام اللي كتب على الآهلي في السوشيال ميديا أعلم بحضراتكم من جديد وتريند إلى أهلي نروح لتريند إلى أهلي على السوشيال ميديا ونشوف اللي كتب على أهلي في الساعات الأخيرة حساب يلا كورة وحسابي اللاكورة على تويتر بيتكلموا على تشكيل الأهل المتوقع أمام إستر نيكامباني ومفضلة بين حسام وغريب في الهجوم التشكيل المتوقع علي لطفي في حراسة المرمة محمد عبد المنعم محمود متولي رامي ربيعة محمد أشرف محمد محمود محمد فخري محمد هاني لويس ميكي سوني زياد طارق حسام حسن أو أحمد سيد غريب طب هي الفكرة التشكيل لما يتقلب الوضع ده الناس ستبقى شايفة التلاتة المساكين اللي وراء عد المنعم متولي رامي ربيعة هلا يستقر أنه يستمر بنفس الشكل ده تلاتة أربعة تلاتة ولا ممكن يغير النهاردة لأن إستر نيكامبان ما بيه هاجمش فمحتاج يزود الفعالية الهجومية محمد أشرف ومحمد هاني أحدهم هيكون باكرايت وباكليفت محمد محمود محمد فخري وعيبقى السلاثة الأمامي لويس ميكي سوني زياد طارق وحسام أو أحمد سيد غريب وكلنا عارفين أن محمد هاني الفتر الأخيرة مركزه بتغير مرة لعب باكرايت والفتر الأخيرة سواريش بيحطه في الجبهة اليسرى الوطن سبورت بيقول أن سواريش يفاضل بين ثلاث لعبين لتعويض غياب أليو ديانج أمام إستر نيكامباني طبعا الكلام على فكرة أن رامي ربيعة أو كريم فؤاد طب كريم لو ما بدأش حسب التشكيل المتوقع ليلا قورة فممكن يكون في وسط الارتكاز طب لو كريم بدأ ممكن يدخل رامي ربيعة يكون هو موجود في وسط الارتكاز فيه أكتر من فكرة أو أكتر من خيار لدى سواريش لكن في النهاية تتوقف على طريقة اللعب ماتش لفات مع المقصة المقصة ما كانش بهاجم ما كانش في فرص محققة على علي لطفي ومع ذلك كان بيلعب بتلاتة في قلب الدفاع النهاردة ممكن يغير وجهة نظره دعني أعرفه لما يتم إعلان التشكيل الساعة 8 النهاردة في ملعب المولين لما يوصل الفريق المصر الرياضي على تويتر بيكلمه لأن أليو ديانج يطير إلى مالي لقضاء الأجازة مع أسرته بعد قرار منحه راحة سلبية طبعا ديانج دلوقتي مبسوط يعني فترة راحة سلبية يمكن ما تمش إعلان عنها تبقى أسبوعين أو ثلاث أسابيع دعني أعرفه الفترة الجاية لما يرجع إن شاء الله من الأجازة في مال لكن فرصة يكون موجود مع أسرته يغير جو ولازم أي لعيب يا جماعة في نهاية الموسم ياخد شهر على الأقل راحة سلبية عشان يفصل عشان لما يرجع من تاني يقدر يكون عنده الحماس والجاهزية الفنية والزهنية الزهنية دي قبل أي حاجة لأن الأمر الزهني بالنسبة أو العامل الزهني لللعيبة ده بيخليك بدنيا تبقى كويس وفنيا بتبقى كويس وبالتالي الأجازات دي مهمة ومطلوبة ونعرف إيمتها الفترة الجاية لما ترجع التشكيلة الأساسية والقايمة الموسم الجديدة تبدأ للفترة اللي جاية طيب حساب بكورا إليفن على تويتر فيه تصرحات مهمة جدا للرئيس التنفيذي لإسترني كامبني قال أستاذ هاني أمان وقال مواجهة الأهلي مثلها مثل باقي المباريات لا بديل عن الفوز طبعا الوضع اللي فيه الفريق حاليا ما يسمحلوش بفقدة النقاط الفترة اللي جاية لكن هل مباراة النهاردة هنشوف شكل جديد للفريق؟ هل الكابتن علاء عبد العالي غير كل أفكاره في الخطط التدريبية؟ والنهاردة يبدأ بهاجم ده هنشوفه في مباراة النهاردة لكن الرئيس التنفيذي النهاردة المهندس هاني قال هي مثلها مثل باقي المباريات ولا بديل عن الفوز لكن الفريق فقد نقاط عديدة في الفترة الأخيرة ووضعه صعب جدا في ترتيب جدول الدوري هنتوقف هنا على كلام مهم جدا قاله أكرم توفيق على حسابه الرسمي على الإنستجرام لأنه قال هذا أو هذه التغريدة يعني أو هذا الكلام على الحساب الرسمي بتاعه بعد ما الناس كلها مباراة حتكلمت على أن أكرم توفيق راجع الفترة اللي جاية وأكرم بيستعجل المشاركة وبيتكلم وبيطلب المشاركة من ريكاردو سوارش حساب أكرم توفيق النهاردة مكتوب عليه الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا بعض الناس وبعض الأخبار بتقول أنه وقفتي مع المدير الفني عشان الالتحامات العنيفة وأن أنا مستعجل أنا مش مستعجل ولا حاجة أنا واخد بالي جدا في كل حاجة وفي وقت ربنا سبحانه وتعالى كاتب اليوم اللي هرجع فيه وقفتي مع المدرب عشان الاطمئنان على حالتي وشكرا يبقى أكرم بنفسه نفى أنه هو المدرب حذره من الالتحامات الشديدة في المراني الجماعي نفى أنه هو طلب من المدرب أنه عايز يرجع بسرعة وينزل في المباراة الرسمية وقال جملة مهمة جدا هو كان واقف مع المدرب عشان المدرب كان بيتطمن على حالته وبيشوف استعداده في الفترة اللي جاية كلام مهم جدا من أكرم توفيق عشان نغلق باب الشائعات بخصوص عودة أكرم في الفترة اللي جاية وفي تخوف من مشاركته المصر الرياضي سيراميكا يسعى لضم ثلاث لعبين من الأهلي أبرزهم صلاح محسن يمكن الكلام ده مش مصدر لأن حساب المصر الرياضي خد التصرحات دي نقلا عن الكابتن أحمد سامي كان في إحدى البرامج وتكلم على فكرة لو خد لعبة من الأهلي ممكن يطلب مين فقال بعض الأسماء كمان مش المصر الرياضي بس لا الوطن سبورتي كمان اتكلمت على نفس الموضوع وقالت إغراءات وعروض رسمية خمس لعبين في الأهلي على رادار أنديت الدوري الخمس لعبين يأتي في مقدمتهم محمد محمود حسب الوطن سبورتي بتقول أصبح على أعتاب الرحيل بحسب مصدر داخل النادي ولكن بقى ده تأكيدا للكلام اللي اتنشر على المصر اليوم الرياضي في حسابها الرسمي على تويتر أحمد سامي المدير الفن لفريس سيراميكا كليوباطرا قال أنه مهتم بضم ثلاث لعبة من الأهلي صلاح محسن محمد محمود وحسام حسن لم يكن سيراميكا هو النادي الوحيد اللي أبدأ اهتمامه بلعب القرى الحمراء بل خرج مسؤولي كمان نادي البنك الأهلي وأعلنوا رغبتهم في التعاقد مع مصطفى شبير ومحمد محمود إذن الكلام على خمس لعبة من خلال نادي هاي سيراميكا كليوباطرا وكمان نادي البنك الأهلي لكن هننتظر زي ما قلت مبارح بعد تلاتين تمانية أول ما يتم فتح باب القيد هيكون فيه تصور لشكل القيمة من الصفقات اللي جاية من اللعبة اللي ممكن تطلع عارة من اللعبة اللي ممكن نستغنى عنها ده هيتحدد من أول شهر تسعة وكل اللي بتقال دلوقتي وبار عن اجتهادات الناس بس بتحول تجيب معلومة لكن سدوني والله ما فيش معلومة رسمية وما فيش مصدر في الأهلي صرح بشكل رسمي لأن فيه متغيرات كتير قوي هتحصل فيه الإسبوعين القادمين بطولات بيتكلم على أن فيه مصدر بالأهلي البطولات تتكلم على أليو ديانج وقال أن تلقينا تلات عروض لضم أليو ديانج من تركيا وإيطاليا والخليج ولكننا رفضنا تلك العروض لأنها لا تتوافق مع مطالبنا المالية ونحاول إقناع اللاعب بالبقاء حتى يناير المقبل مع زيادة راتبه إلى مليون دولار ده يتحدد الفترة الجاية لكن أليو ديانج مستمر لسه أعتقد حصل تعديل في عده من حوالي سنة أو سنة ونص وأليو ديانج مستمر مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند نروح للتريند المحلي ونشوف أخبار منتخباتنا الوطنية المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي خلال الفترة اللي جاية الوطن سبورت ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر أيضا بيقول أن فيه سبع وجوه جديدة في قائمة فيتوريا المبدئية لمنتخب مصر أبرزهم مدافع البوندزليجا لاعب مصري بيلعب في الدور الألماني طب من السبع وجوه الجديدة؟ محمد طلبة مدافع نادي بوخم الألماني سيد نمار وحسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك زياد طارق لاعب النادي الأهلي وصلاح باشا مهاجم أودنيزي الإيطالي وأحمد نادر حواش وكمان رقفة خليل على فكرة صلاح باشا جماعة كان بيلعب في الأهلي قبل كده من حوالي 3-4 سنين كان موجود في قطاع الناشئين لعب مميز جدا ووعد جدا إن شاء الله يكون ليه مستقبل كبير مع منتخباتنا الوطنية موجود مع منتخب الشباب اللي بيقوده الكابتن محمود جابر وبالمناسبة منتخب مصري للشباب عنده كاس أمم إفريقية تتنظم في مصري تحت 20 سنة في شهر مارس اللي جاي يعني بتكلم بعد حوالي 7 شهور مصر على أعتاب تنظيم كاس أمم إفريقية للشباب في الفترة اللي جاي هيكون المنتخب ده هو الممثل للقرى المصرية في بطولة الأمم خلال الفترة اللي جاي طيب إن شاء الله نتمنى التوفيق لروي فيتوريا يختار قيمة كويسة خلال الفترة اللي جاي وكمان المنتخب الأولمبي عنده أول مباراة رسمية كمان شهرين في الدور التمهيدي التاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبيات باريس 20-24 طيب حساب الاتحاد المصري على تويتر بيكلموا على إن سيد جمال علام رئيس الاتحاد يوافق على طلب كلاتنبرج بإقامة معسكر لأربعين حكم وافق جمال علام رئيس الاتحاد المصري أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لقرأة القدم على طلب مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد بإقامة معسكر للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة المعسكر ده هيكون بعد نهاية الموسم هيضم أربعين حكم واضح كده من الشغل اللي هيتم الفترة اللي جاية إن مارك كلاتنبرج هيعتمد على مجموعة محددة هي اللي تكون موجودة في مباراة الدوري الفترة اللي جاية مفيش حاجة اسمها إن أنا أجيب حكم الاحتراف على الحكام ويبقى فيه عدد من الحكام حتى لو يعني اختصر العدد لخمستاشر أو عشرين حكم هم دول بس اللي هيدين مباراة الدوري وهيكون فيه عدد بيتناوم ما بين إدارة المباراة وتقنية الفيديو وهيكون فيه عدد من الحكام المساعدين على رأسهم طبعا الحكام الدوليين مع المتميزين من حكام الدرجة الأولى بحيث إن مباراة الدوري سواء حكم الساحة المساعدين حكم تقنية الفيديو ما يجيش حد من الدرجة الأولى أو التانية زي ما كان بيحصل قبل كده عدد محدد بس هو اللي هيكون فيه مباريات الدوري وأعتقد أن نشوف ده باختلاف الفترة اللي جاية لما نشوف بقى مباريات قوية وحماسية وفيه التحامات وعليه الحكام بتدم ساحة للعب وما يكونش فيه صفارة كتير ولا توقفات كتير في المباريات طيب ترند العالمي والنهاردة فيه تصرحات مهمة جداً لمحمد النني طيب حساب أرسنل على تويتر نشر تصرحات لمحمد النني نجم الفريق اللي قال فيها بص يا جماعة إيه منذ اللحظة اللي تولدت فيها أخبر والدي الجميع أن أنا سأصبح لاعب كرة قدم كابتن النني والد محمد قال للكل محمد ده هيكون لعيب كورة منذ ذلك اليوم تحديداً قرر أمي وأبي ما سأكون عليه أمره مضحك كيف عرفه ربما كان لديهم شعور قوي بذلك وأنه مقدر ليه يعني لسه مولود ومحدش عارف أيبا إيه هم حسوا من البداية هيكون لعيب كورة ده حصل تصرحات النني قالوا كمان أرادوا أن أصبح لعيب كورة منذ أول يوم ولما كبرت حبيت الكورة ليه حبي الكورة؟ لأنه في التوقيت ده كان دايماً بيروح مع الكابتن النني كل المباريات وكل المطشاط وحتى التدريبات وكان دايماً النني بيحضر كل المطشاط وهو صغير وقال كمان لما بدأت الكورة بدأت الكورة أنا عندي ثلاث سنين حتى الناس لما كبرته بقى عندي خمس سنين وست سنين وبشوت الكورة قالوا لي سنك ده إزاي بتشوت كورة بالقوة دي أنني النهاردة في تصرحاته على موقع أرسنل قال كده قال كمان والدي كان لعيب كورة وعيلتي كلها بتحب الكورة فبالتالي أنا نشأت في وسط كل الناس بتلعب الكورة وبتحب الكورة وبالتالي ده ساهم أن أنا دايماً أكون فيه يعني مصاف الناس اللي بتلعب الكورة من أول ما كانوا صغيرين قال كمان لما كنت بلعب في الأهلي وده حاجة مهمة بالنسبة لي أو مهمة جداً لأي لعب كورة لما يبدأ مشواره يبدأ في النادي الأهلي قال إن النادي الأهلي مستو إنه بيشكل حياتك من بدري بيخليك تبدأ الكورة وإنت عندك ثقافة تلعب على الفوز دايماً عندك عزيمة بيشكل وجدانك وبيشكل شخصيتك وإنت لسه صغير قال لما حتى بنفوز 7-0 كنا ممكن نتعاقب لأن بالنسبة لنا إن نتيجة دي ما تكونش كافية وكانوا بيطلبونا دايماً بالمزيد وده نعكس علي في رحلة احترافي أو في انتقال للمعولين ورحلة احترافي في السنوات البعد كده كان الكلام مهم جداً قاله محمد إنني في تصرحاته على حساب أرسنال على تويتر النهاردة وحاجة مميازة جداً لما يتكلم على تاريخه ومشواره مع النادي الأهلي في بداية مشواره طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل والنتيجة أستاذ أحمد خالد بيقول اللعبة بطريقة 4-2-3-1 علي لطفي محمد أشرف متولي ربيعة كريم فؤاد محمد محمود محمد فخري ميكسوني عبدالقادر زياد طارق سيد غريب وإن شاء الله الأهل هيفوز 2-1 أهلاوي دايماً وأبداً أستاذ محمد جمال بيقول في حرست المرمى علي لطفي في خط الدفاع متولي ربيعة عبدالمنعم الوسط كريم فؤاد أشرف ميكسوني فخري في خط الهجوم حسام حسن أحمد سيد غريب أحمد عبدالقادر وإن شاء الله الأهل هيكسب 2-0 يمكن قدر إمكان بس الوقت تجرب معاكم بسرعة فخدنا كده يعني رأيين ومشاركتين على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا نلتقي على خير في حلقة جديدة من الأسبوع القادم لبرنامج التريند شكراً وإلى اللقاء